الوطن وبحبه كتير هذا الأسبوع خاصة من السنوات الماضية وحديث عشان ما أزعل الرأس الخناية أو أزعل بعض منه لكن نحن إذا ما حكينا بصراحة فحطينا إيدنا على الألم والجرح اللي إحنا عم نعاني دائما المتابعة لتاريخ الكنيسة وبعرف بعض التفاصيل مجمع نيقيا كان كتير كتير مهم لأنه جاء بأمر وتوجيه هو قياد من الأمبراطور قسطنطين اللي وحد المسيحيين في كثير من الأشياء اللي انعملت يعني هو هو الذي جعل المسيحية دين رسمي للدولة الرومانية وساعد في انتشارها وفي هذا الأهمية هذا المجمع كان هناك أكثر من نقطة تمت مناقشتها أهم نقطتين تم مناقشتهم ولولا هاي المناقشة وهذا النجاح في هاي المناقشة أولا تفنيد بدعة أريوس لأنه لو نجحت بدعة أريوس خطر خطر العقيدة نعم النقطة الثانية اللي عمل عليها مجمع نيقيا هي وضع معادلة للاحتفال بعيد القيامة عيد القيامة كان يحتفل فيه في أي يوم من الأسبوع أحيانا بعد عيد اليهود أحيانا قبل عيد اليهود أحيانا في وقت مثلا في نقطة مهمة أثارها قسطنطين وهي أنه لا يجوز لفئة من المسيحيين أن تحتفل بالعيد بينما فئة أخرى ما زالت صائمة في الصيام الكبير ففرض هذا فرض الدعوة لأجل وإيجاد معادلة فجاءت هاي المعادلة واحتفل فيها الناس وصاروا يحتفلوا بعيد القيامة وظلوا ماشيين على هاي المعادلة لغاية اليوم نعم طبعا الآن في شوية اختلافات لما نحكي نؤمن بإله واحد آب نضابط الكل خالق السماء والأرض السماء والأرض تحتوي على خليقة الله كلها فشعار السنة أحبب الرب إلهك نعم ومنبلش نفس مبدأ قانون الإيمان هاي القوانين السماوية وحدة المحبة وحدة المحبة ثابتة أحب بعضكم بعضا هل أحب الوحدة؟ مش لازم نحب الوحدة بقدر ما لازم نسعى إليها نعم نسعى للوحدة تمام خلينا نعمل الإشي بعدين نحبه ممكن تكون نتائجه أفضل نعم اللي مش كل شي ما نحبه ممكن نبدع فيه ممكن نعمل هالإشي بعدين نشوف النتائج قديش بتكون مبهرة نعم قديش بتكون محبة وقديش بتكون منتجة نعم بدي أحكي عن المحبة بدي أحكي عن القانون بدي أحكي عن الإنتاج بدي نحكي عن الكثير تراكميات بتكون فوق بعضها نعم مابدناش إشي فوق بعضه إحنا بدنا زي حلقات تكون مربوطة مع بعضها نعم تعطي جمالية أفضل أما إيشي فوق بعضه إيشي بغطي على إيشي فيما يتعلق في المحبة في أسبوع إيش بتقولي في أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بهالمناسبة بدي أحكي لكل لكل إيشي اسمه روم كاثوليك ملكيين كاثوليك في العالم نعم كله كل عام أنتوا بخير بمناسبة السنة اليوبيلية 300 سنة على إعادة الوحدة مع الكرسر رسولي روما نعم من 1724 إلى 2024 300 سنة لازم نطلع خلال 300 سنة شو القوانين اللي انحطت وشو القوانين اللي تعدلت وشو المجامع اللي صارت وقديش إحنا هلا بحاجة لمجامع خلقونية بحاجة لمجامع مسكونية بحاجة لمجامع مسيحية بغض النظر عن أي إشي أول شي تجمعنا المحبة علشان نعرف نحط قوانيننا التي تتلائم مع حياتنا وقبل ما تتلائم مع حياتنا تتلائم مع قلوبنا في كيفية أنه خايفة على مصلحة كذا خايفة على مصلحة كذا خايفة على نتيجة كذا الإعلام هو إنعكاس للمجتمع والإعلام هو عبارة عن يعني مرأة تعكس شو فيه لكن أنا بأمل أن الإعلام كمان يكون إلو طابع تقدمي طابع وحدوي للأسف معظم إعلام المسيحي هو إعلام طائفي يعني كل طائفي لها إعلام وهذا حقها نعم ولكن إحنا كمان بهمنا يكون إعلام يقول الحقيقة نعم بغض النظر عن كل الأطراف وهذا صعب وهذا يعني يواجه بصعوبة لكن يعني أعطيك مثال بسيط نعم نحن اليوم عندنا كلمة المعمدانية كلمة مش مرفوضة مستشفى المعمداني مدرسة المعمدانية في الأردن ولكن لأنها مش في القائمة 13 طائفة في الأردن ما منحترمها ما منعذمها ما منخليها تحكي بالاحتفالات الوحدة المسيحية ليش؟ ما هم مسيحيين يعني أنه لازم كل مسيحيين بس يكونوا على لون شكل واحد لو لانا كلنا شكل واحد نعم كان بكون كنيسة وحدة كون في أكثر من كنيسة ما في أسود وأبيض أو بدنجان وخيار وفقوس نحن مسيحيين ونحن عددنا قليل نحن منحاجة للوحدة الوحدة هي بتقوينا نعم وحدتنا هي أساس قوتنا لكن للأسف هناك نظرة أنا بعتبرها نظرة خاصة نظرة أنانية أنه أنا بس الوحيدة لصح والباقي غلط يعني خلينا نكون عنا شوي تواضع نتقبل الآخرين نعم بروح المسكنية اللي أنت حكيت عنها نعم بالنسبة لي أنا أسبوعي الوحدة كتير هام وبحبه كتير هذا الأسبوع خاصة أنه في السنوات الماضية كنت أبدأ بالتحضيرات لهذا الأسبوع من بداية شهر 12 أتابع مجلس كنائس الشرق الأوسط الكتايب اللي كانوا يحضروا نعم على أساس أشوف الثيم الرمزية تبع هاي العام نعم أنه عن شو رح يكون نعم فهذه السنة يعني تابعت كمان من بدايتها شو الآية اللي ماخدينها كرمز وفعلا هي بتناسب الوضع الحالي اللي احنا عم نعيشه ميزة هذا الأسبوع لما أنا بتابع كنت مع كل الكنائس رؤساء الكنائس وأتابعهم شخصيا إن كان هاتفيا وإن كان بالزيارات منها زيارات معايدة ومنها كانت أنه للتواصل خاصة خلال هالسنة بتعرف مناسبات كتير من الغطي هم أدا ديسي إلى آخرية بتكون هالزيارة الودية وزاعد أنه لا تحضر لا احتفالية الوحدة احتفالية الوحدة كانت بالنسبة لتحدي تحدي إني أشمع كل هالكنائس إنه بوقت واحد بساعة وحدة وكلهم يكونوا قادرين خاصة إنه عم بتسائب بين العياد الميلادي الشرقية والغربية أوات الغربي والاغطاص عيد الغطاص الغربي والشرقي فبيدخل الأسبوع الوحدة ما بين الاحتفالات التالية وبعدين في عنا احتفالات المختص يعني كل الكنائس بتنزل على المختص يعني اللي بكون رؤساء الكنائس غير متفرغين لهذا الاحتفال فبحاول بكل الجهود إني أجمع الكل وما حدا يعتذر يعني وما حدا يقول لي ما بقدر عندي كذا وعندي كذا كنت أطوع هالزمان وهالمكان لخدمة الجميع فممكن هني بعض الأحيان إنهم يحضروا زي ما تقول إنه فقط ما بدهم يكسفوني لأنه شايفين التعب اللي عم بتعبوا عشان إني أرض الجميع وكان يصير هذا الاحتفال فيعني الأسبوع الصلاة إله كتير مكانة خاصة عني المكانة مظبوط إنه كنا التنظيمية وأيضا كمان إنه العبرة الرسالة من هذا الأسبوع وحدة الكنائس عنا دايما منقول الوحدة بكسر الواو هي الوحدة الوحدة إنك أنت تكون تجمعهم ببوتقة واحدة بمحبة واحدة بكيان واحد بجسد المسيح الواحد فهذه ميزة أسبوع الوحدة وهذا دايما اهتمامي بهذا الأسبوع ودايما بتابعوا أبونا فيعني مش غريب أني أكون مصرة على الأسبوع أنه ينجح بكل الإمكانيات